لا المذابح اليومية ولا مشاهد أشلاء الأطفال أو مشاهد أهاليهم النازحين من قصف إلى قصف استطاعت أن تجبر العالم على التحرك لإدخال قرورة ماء للجاثمين على مسرح المذبحة في غزة فمن الدول من تندب عليهم وتشكو أو تدعي العجز ودول أخرى تقتصر على التنديد وأصحاب القرار الدولي النافذ يباركون الهجمات الصهيونية ويحاولون تبريرها عبر تزييف الوقائع وإرهاب المتعاطفين مع غزة ولعل أكثر ما تؤلم أهالي غزة مواقفهم هم العرب على مستوى الحكومات بسبب رابطة الدم والدين والجوار فكما هو السائد منذ أكثر من سبعين عاما تقتصر المواقف العربية عموما على التنديد والتماس الطلب لإيقاف الحرب من مجلس أمن دولي يعرف العرب تماما أنه لا يقر إلا ما تريده الدول الكبرى ولسيما أمريكا بل لعل المواقف العربية حضرت بشكل أسوأ مما كانت عليه في العقود الماضية إذ تعيش القضية الفلسطينية حاليا على وقع تفكك إقليميا عربي وأزمات مستعصية تسبب بها النفوذ الإيراني والفوضى التي خلفتها أمريكا ورغم أن مطالب العرب المخجلة لم ترقى إلى مستوى طرد سفراء الكيان وقطع العلاقات معه أو مع داعمه لم تحقق المطلوب بهدنة إنسانية أو وقف الحرب على الضفة الأخرى حيث الموقف الغربي الهجين بين الكذب والنفاق كما يصفه مراقبون إلا أن ثمت أصوات بدأت تنادي خارج المنظومة وترفع السقف احتجاجها على همجية الاحتلال الصهيوني لكنها تبقى ضعيفة أمام الإرهاب الفكري الذي يمارسه زعماء الغرب ضد كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية وبين زحمة المواقف مما يجري في غزة تقف بعض دول أمريكا اللاتينية موقفا أشد حزما يصل إلى مستوى قطع العلاقات مع الاحتلال ودعميها لكن أسوأ المواقف مما يجري في غزة هم المستثمرون في هذه المأساة كالروس والإيرانيين الذين يتجاهلون أيديهم الملطخة بدماء العراقيين والسوريين ومع ذلك ينظرون في حقوق الشعوب وتجريم المعتدي عليها